هذه النشرة على قناة الحدث بداية كيف تقيم تطورات الاحتجاجات في لبنان في يومها العاشر بعد دعوات طبعا لاحتجاجات كبيرة يوم السبت اليوم سيدتي الشعب اللبناني اليوم رأيناه يسطر أجمل ملحمة ديمقراطية في تاريخه الشعب اللبناني يجد أنه أمام فرصة لن تتكرر له كل يوم لذلك نزل اليوم واستمر في ثورته الشعب اللبناني اليوم نزل للتأكيد على أن حالة الانكار التي تعيشها الحكومة والطبقة الحاكمة لن تفيد والشعب نزل أيضا ردا على اللاءات التي أطلقها بالأمس أمين عام حزب الله الشعب لا يريد أحد أن يملي عليه إرادته أين سيتجه المشهد في لبنان عموما أستاذ لؤي في حال لم يحدث ولم تنفذ مطالب المحتجين وإسقاط السلطات الثلاث أو الرؤساء الثلاث والحكومة تحديدا لأنه حتى اللحظة على ما يبدو لا يوجد نية بقرار لاستقالة الحكومة أو حتى تغيير فيها حتى موضوع التعديل الوزاري ربما يطرح بعض الشيء ثم يعود وينسحب من جديد كيف ستقول الأمور إلى أين في حال عدم وجود تغيير يرضي الشارع؟ هناك حالة نكران أو حالة ما يعرف بالدناي اللي يعيشها حكام لبنان اليوم لا يصدقون ماذا يجري لا يصدقون أنهم سيتركون مقاعدهم لم يصدقوا أن على هذا الشعب أن يفرز قيادات جديدة لم يصدقوا هذا الأمر ولا زالوا يعيشون في إنكارهم هناك العالم كله يتفرج علينا ويشاهد كل ما يجري اليوم سيدتي لا بد أن نذكر أن اللبنانيين الذين نزلوا إلى الطرقات تجاوز عددهم في العشرة أيام الماضية عدد المقترعين في كافة الأراضي اللبنانية في الانتخابات النيابية نحن نعيش استفتاء عام الشعب لا يريدهم تخيلي أن قيل لنا من بعض الإعلاميين أن رئيس الجمهورية التقى وفدين من حزبين مختلفين نصحوا بإجراء تنفيذ الاحتقان في الشارع وتغيير الحكومة وإقالة جبران باسيل أصر على إبقائه لأنه يعتبر أن التضحية بجبران تضحية بالعهد مع أن لبنان كله أعتقد تحول جبران لا نريد أن ندخل في التفاصيل تحول أيقونة الثورة وحد اللبنانيين على أمور ما فيعيشون حالا ولكن تبقى المشكلة ليست معه حصرياً ليست مع الوزير باسيل مع الكل سيدتي أنا لا أريد أن أتهم برفع السقف ولكن برأيي الخاص لا أريد أن أتكلم باسم أحد برأيي الخاص نحن في لبنان أمام مخلوق هجين نحن بلد هجين نظامنا نقول لدينا ديمقراطية توافقية أين يوجد في العالم ديمقراطية توافقية لدينا قانون انتخاب نسبي طائفي أين يوجد هذا الأمر لدينا دكتور لا يزم في معظم الأمور كله نظام قائم على تدوير الزوايا لا نستطيع الاستمرار بهذا الشكل لابد من رحيل كل هذه المنظومة ولكن لا أريد أن أرفع سقف المطالب اليوم إنما لا يوجد أي حل لدينا إلا برحيل كل هذه المنظومة إلى أي مدى تعتقد على الأرض الحراك الشعبي في لبنان يستطيع أن يكمل ويستمر بهذه التظاهرات خاصة مع وجود ضغوطات تتعلق بموضوع الطرقات وتعطيل الحياة لدى البعض والاستمرار في النزول إلى الشارع الشعب اللبناني اعتاد على هذه الأمور اعتاد على التعطيل واعتاد من التعطيل الآتي من شهة الطبقة السياسية الشعب اللبناني ربما هو الشعب الوحيد الذي استطاع العيش دون رئيس جمهورية لمدة سنوات في مرتين متتاليتين استطاع العيش دون حكومة لمدة عشرة أشهر الشعب اللبناني اعتاد على التعطيل بفضلهم وبفضل ممارساتهم ونكاياتهم التي كانوا يقومون بها الشعب اللبناني اعتاد أن يقفل برلمان سنوات اليوم هم منزعجون من منظر الطرقات رأينا كما قالت لك الصديقة ريمة هناك أمور تحصل على الأرض رائعة بين القوى الأمنية والمواطنين أحدهم كما ذكرت لك مد يده ومسك بيد إحدى المتظاهرات الجيش اللبناني رأيناه بالأمس الجنود يبكون ولكن أيضا في نفس الوقت هم يتعرضون لضغوطات كبيرة كان هناك اجتماع اليوم لكل القيادات الأمنية وقيادة الجيش هناك قرار على ما يبدو بضرورة فتح الطرقات من قبل قوى الأمن قوى الأمن نفسها أيضا تتعرض ربما لبعض الاعتداءات في بعض المناطق ولا يستطيعون أرد حتى لا يصار إلى تأزيم وتوتير الأوضاع أيضا كيف يمكن وصف موقف القوى الأمنية على الأرض قرروا فتح الطرقات قرروا فتح الطرقات سيدتي ولكنهم لم أكدوا على أنهم لن يتعرضوا للمواطنين اليوم عندما أتت المللات لتفتح شكر الرينج نام المواطنون في الطريق الشعر الجيش اللبناني أنا متأكد لن يقوم بفض هذه الثورة بالقوى أنا متأكد من ذلك ورأينا موقفا رائعا وطنيا بطوليا لقائد الجيش نحييه عليه هكذا يكون الجيش هكذا تكون قوى الأمن جنود الجيش وجنود قوى الأمن وكل القوى الأمنية هم بالنهاية من ذوي الدخل المحدود ويعيشون المرارة التي يعيشها الشعب هم ليسوا جيوشا أو قوى أمنية مستوردة هم منا هم يعيشون كل ما نعيشه ونعاني هم يتنفسون ذات الهواء الملوث يعانون من الصفقات قالت لك ريمة بالأمس الجيش حرم من الطعام الجيش يعاني مثل هذا الشعب ولديهم أقارب داخل المظاهرات كل جندي لديه والدته أو أخيه أو أي أحد من أفراد عائلته داخل المظاهرات لن يقو على تفجير الوضع بين المواطنين والجيش عليهم أن يرحلوا عليهم أن يستفيقوا ويرحلوا بدلا من تحميلنا خسائر أكثر وأكثر أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه الإضاحات من بيروت كنت معنا لأي غندور المحامي والنشط السياسي شكرا لك اشتركوا في القناة